يا أهلا بكل مشاهدين قناتنا الكرام اللي بيسمعونا في أحمد ستوري النهاردة معنا ملخص مسلسل جديد اسمه يانج شيلدون لكن قبل ما نبدأ وقعوا تنسوا تذكروا الله وتصالوا على رسول الله بيبدأ المسلسل مع الطفل الشيلي بنعرف انه طفل عبقري جدا وده بالرغم من انه عنده تسع سنين بس والدليل على عبقرية شيلي انه حاليا مثلا بيلعب بقطر لعبة كده لكنه مش بيلعب عشان يتبسط لا سمح الله لا ده بيلعب عشان يدرس قوانين الحركة وهكذا يعني المهم لما بيخلص لعب بيروح وبيعود مع ابو جورج وأمه ماري وأخته ميسي وأخوه جورجي علشان يتعشوا بس قبل العشرة بتطلب منهم ماري يصلوا ولازم عشان يصلوا ويمسكوا ايد بعض لكن شيله لانه مهووز بالعلم فعارف ان في فيروسات كتيرة بتنتقل عن طريق اليد وعشان كده بيلبس جوانتي قبل ما يبدأ يصلي معاهم وده بيضايق أخوه جورجي منه جدا لانه شايفه بيقرف منه المهم بيخلصوا صلاة وبيبدأوا يأكلوا ويتكلموا فبنعرف من كلامهم ان الدراسة خلاص هتبدأ وبنعرف ان شيله هيدخل المدرسة السنوية وهيكون مع اخوه جورجي في نفس الصف رغم ان جورجي اكبر منه بشوية حلوين لكنه هيكون معاه بسبب عبقريته لانه حرفيا سبق كل اللي في سنه في التعليم وبنعرف كمان من كلامهم ان جورجي مش مبسوط ان شيله هيكون معاه وهيكون سبب ان الكل يتريقوا عليه عما تنتاني يوم بقى بيروح شيله مع امه ماري واخته ميسي للكنيسة وطول ما هو في الكنيسة بيفضل يعلق على كل الموجودين كاعدته وينظر عليهم لدرجة ان في ست بتدايق وبتتخانق خناقة بسيطة مع ماري لكن الموضوع بيعاد يعني بعدها بيروحوا البيت وعند البيت بتطلب ماري من شيله يلعب شوية ويستمتع لانه خلاص يبدأ الدراسة بكرة لكنه بيرفض لانه عايز يدرس بس ماري تقنعه فبيروح يلعب بس مش بيلحق يكمل لعب بيجيله جاره المتنمر الطفل بيلي وبيفضل يريقه ويخوفه بالفرخة بتاعته فبيخاف شيله وبيسيبه وبيمشي ومش بيلعب خالص تاني يوم بقى الكل بيجهزوا علشان يروحوا للمدرسة معادة شيله اللي بيكون قلب البيت على البيبيونة بتاعته عشان يروح بيها المدرسة لما بتشوف ماري كده بتروح تسأل جورجي عن مكان البيبيونة لانها متأكدة ان هو اللي مخبيها بحس شيله ما يلبسهاش ويكسفه لكن جورجي بيعرفها انه ما خباش حاجة وفي نفس الوقت بيعرفها جورجي انه هو اللي مخبيها عشان ما يخليش حد يتريع على شيله في اول يوم دراسة بس ماري بتقوله ملكش دعوة وبتاخد منه البيبيونة فبيلبسها شيله وبيكون سعيد جدا بعدها بتاخده امه وتوصله للمدرسة وطول الطريق بتطلب منه يتعامل بلطف مع الكل وما ينتقدش حد في المدرسة علشان الناس ما تزعلش منه فبيقولها شيله ماشي وبيوافق على كلامها بيوصلوا للمدرسة فعلا بس قبل ما يدخل شيله بيتوقفوا ماري وبتطلب منه يقلع البيبيونة عشان ما حدش يتريع عليه وبتوعدوا لو قلعها هتوديه راديو شاك يجيب اي جاز نفسه فيه فناية الاسبوع فبيوافق شيله وبيقلع البيبيونة بعد كده بيدخل اول حصة بيكون معاه اخو جورجي في الفصل بيحاول جورجي يتلشاه بحيث محدش يعرف ان اخوه عامة بتبدأ المدرسة فيكي تشرح لهم وتعرف الطلاب على شيله لكن شيله مش بيهتم بالكلام ده وبيعلق على لبس فيكي لانه مش مناسب للمدرسة وده بيضايق فيكي جدا ومش فيكي الوحده بل كل المدرسين وده بنعرفه ان بعد نهاية اليوم الدراسي المدرسين بيستدعوا ماري وجورج وبيعرفهم ان ابنهم صعب جدا ومش هينفع يدرس هنا لانه بيعلق على كل الناس وبينطقت كل الناس ده غير انه شايف نفسه ومغرور بسبب زكاؤه واتقى بيعتذروا ماري وجورجي للكل وبيوعدوهم انهم هيتكلموا مع شيله بمناسبة شيله بقى فبيكون حاليا في قضة الموسيقى وبيقعد مع مدرسة الموسيقى وبيفضل يعزف وبتمبهن المدرسة بيه وبتعرض عليه يدرس الموسيقى لانه موهوب لكن شيله بيرفض وبيسيبها وبيمشي على النحاة التانية واحد من زميله بيتطرق عليه وبيقول عليه انه غبي مش زي شيله ولان جورجي بيقره ان حد يقول عليه كده فبينزل في الودة ضرب لحد ما جورجي بيفكهم وبيروح جورجي وبيعود مع جورجي يتكلم معاه فبيلاقز علان جدا انه مش زكي زي شيله ودايما الناس بتقلل منه فبيصعب على جورجي وبيفضل يوسيه بعد كده بيرواحوا البيت وبيعود جورجي مع شيله وبيتكلم معاه وبيفضل ينصحه انه ما يدايقش حد في المدرسة ولا ينطقت حد عشان يقدر يكمل فيها فبيوافق شيلي على كلامه تاني يوم بقى بيروح شيلي مع ماري لراديو شاك وبتجيب له كل اللي نفسه فيه زي ما وعادته وده بيفرحه جدا جدا بعدها بيروح شيلي على المدرسة وبيعود يتغدل وحده كالعادة وبتكون ماري مع جورجي في المدرسة وبيشوفوه وبتتدايق ماري انه قاعد بيتغدل وحده وملوش صحاب حتى اخوه ومش قاعد معاه فبناء عليه لما بيروحوا البيت بتتكلم ماري مع جورجي وبتطلب منه يبقى يقعد مع اخوه في المدرسة ويقرب له لكن جورجي بيرفض بشكل قاطع بتكون ميسي قاعدة وسامع كل ده وشايفة امها متضايقة فبتكرر تتكلم مع شيلي وبالفعل بتروح له وبتعرفه انه امه زعلان عليه لانه ملوش صحاب وبتطلب منه يتعرف على صحاب ولان شيلي بيحب امه اكتر من اي حد في الدنيا بيقرر يفرحها ويتعرف على الاصدقاء وفعلا مش بيكدب خبر وبيروح لمكتبة المدرسة وبياخد كتاب بيتكلم فيه عن كيفية تكوين الصدقات وبيفضل يقرأ في الكتاب ويحاول يعمل باللي فيه ويتعرف او يتصاحب على اي حد لكنه بيفشل فبيقس وبيروح المكتبة يرجع الكتاب بس وهو بيرجعه بيقابل طفل فيتنامي اسمه تام زميله هنا في المدرسة المهم ان تام بيسأله على الكتاب وهل مفيد ولا لا فبيعرفه شيلي انه مش مفيد لانه عمل بكل النصايح اللي فيه وماقدرش برضو يصاحب حد وبيسأل تام ليه مهتم بالكتاب فبيعرفه تام انه ملوش صحاب فبيتصاحب شيلي عليه عشان يكون اول صاحب في حياته وبيكون تام زكي زي شيلي ومهتم بالعلوم خصوصا علم صناعة السواريخ فبسبب كده بيكون هو وشيلي قريبين لبعض وبيعزمه شيلي عنده في البيت وبيكون الكل سعيد لان اخيرا شيلي بقى عنده صاحب اي نعم بيكون الكل مستغرب من تام خصوصا انه بيكره امريكا بسبب الحرب اللي كانت بينها وبين فيتنام الى انهم بيفرحوا برضو لانه بقى صاحب شيلي وبس يا صديقي بيفضل بقى شيلي وتام يشتغل وصواف جراج البيت بتاع شيلي وبيحاولوا يصنعوا صواريخ لان تام بيحب الصواريخ جدا زي ما قلتلك بس المشكلة هنا ان بعد شوية بيجي الماري وجورج اتنين محققين من القوات الفيدرالية وبيعرفوهم انهم عاوزين يتكلموا مع شيلي لان من شوية اتصل بمصنع كيمويات في كندا وطلب منهم يورانيوم عشان يصنع صاروخ نووي فاجعين يحققوا معاه طبعا بيعرفوهم ان شيلي ده مجرد طفل مهوز بالعلم مش اكتر من كده فبيعدوا المحققين الموقف وبيطلبوا منهم بس ما يخلوش ابنهم يعمل كده تاني فبيوافقوا وبيتفقوا على كده تاني يوم بيروح شيلي مع ماري وميسي كالعادة للكنيسة لكن المرة دي بقى بيفضل شيلي يعارض القص جاف اسناء محضرته لانه اصلا مش مؤمن بالدين واللي عوز بالله مؤمن بالعلم وبس لكن القص الجاف بيفضل يتكلم معاه ويقنعه شوية بكلامه فنفس الوقت ده على الناحة التانية بيروح بيلي وبيقابل جورج في البيت وبيديله سلط بيض من الفراخ اللي مربيها وبيطلب منه يديها الميسي لانه اصلا بيلي معجب بميسي وبيحبها فبياخد منه جورج البيت وبيسيبه وبيمشي بعدها بيرجعوا الكل للبيت وفي اسناء ما هم قاعدين بيتعب جورج جدا فبتقرر ماري توديه المستشفى وبتعرف شيلي واخواته ان جدتهم هتيجي تقعد معاهم وبيسيبوهم وبيمشوا فمش بيعدي وقت طويل بتوصل الجده للبيت وبتقعد مع شيلي واخواته بس المشكلة هنا بقى ان الجده في الليل بتشرب كتير فبتنام فبيستغل جورج الفرصة وبيروح لشيلي وميسي وبيعد عليهم يسرق عربية جدتهم ويروحوا يشوف ابوهم في المستشفى فبيوافهم وفعلا بياخدوا عربية الجده وبيفضل جورج يسوقها ويخبط في كل حاجة في طريقه لانه ما بيعرفش يسوق بس في المجمل بيكملوا طريقهم في نفس الوقت ده بتقلق الجده فبتكتشف اللي حصل فبسرعة بتاخد بعضها وبتروح على المستشفى والحمد لله بتوصل قبل شيلي والباقي واللي بيجوا بعدها على طول المستشفى فبتكتب الجده على ماري وبتفاهمها انهم جايين سوا يعني ومش بتقول لها اي حاجة تانية وبتطلب من شيلي واخوته ان محدش يعرفها اللي حصل فالكل بيوفقه وبيروح شيلي يشوف ابوه بيلاقيه تعبان جدا فبيروح للكنيسة اللي في المستشفى وبيفضل يدعي ان ابو يخف وبنشوف انه عامل الموضوع ده زي تحدي اللي هو لو ابو خف هيبدأ يوم من بالدين فعلا بعد شوية بتيجي ماري وبتعرف شيلي والباقيين ان ابوهم باب خير فبيفرح شيلي وبيقرر يكون شخص مؤمن فعلا تاني يوم بقى بيقعد شيلي مع العيلة يفطر كالعادة قبل ما يروح المدرسة بس المشكلة هنا ان شيلي وهو بيفطر في اكل بيقف في زوره وبيبدأ يتخنق وبيكونها يموت فعلا لكن بسرعة جورج بيفضل يحاول يخرج الاكل من زوره لحد ما بيقدر يعمل كده فعلا وبيعد الموقف او مش بيعدي قوي يعني وده لان شيلي بعدها لما بيروح للمدرسة بيقعد مع صديقه تام على الغداء وبيلاقي تام بيقرأ كوميكس فبيفضل يتريع عليه لان الكوميكس دي للاقبية بس لكن تام مش بيهتم وبيعود ويكله بس هنا بقى وفي اللحظة دي بيخاف شيلي انه يحصل له زي ما حصل في البيت فبيقرر ما يكلش ومن بعدها يا صديقي بتيجي حالة نفسية لشيلي ومش بيكل حرفيا اي حاجة واي اكل بتعمله له امه في الخلاط بحيث يكون زي العصير فيرضى يكله بيفضل شيلي على الحال ده خمس اسابيع تقريبا لحد ما بتقرر ماري انها توديه الدكتور نفسي لانه واضح ان الموضوع تحول عنده المشكلة كبيرة وفعلا بيروحوا للدكتور النفسي وبتدخل ماري وجورج يتكلموا معاه ويعرفوا حالة شيلي وبيسيبوا شيلي برا لحد ما يخلصوا وقتها بقى بيقعد شيلي وبيلاقي كتاب كوميكس فبيبدأ يقرأ فيه لحد ما بيقتنع ان الكوميكس جميلة مش زي ما قال لتام فبنان عليه بيقرر يروح يشتري كوميكس وفعلا بيروح لمحل بيبيع كوميكس فبيلاقي تام هناك واللي طبعا بيفضل التاريق عليه لانه كان شاف ان الكوميكس للأغبياء ودلوقتي جاي يشتريها بس في المجمل بيعودوا بعد كده يقروا كتير في الكوميكس وبينسى شيلي نفسه وبيعود ياكل حلويات وهو بيقرى وبس يا صديقي بالطريقة السهلة دي خلص من المشكلة اللي عنده وبقى قادر يرجع ياكل تاني عادي خالص في يوم بقى كده يا صديقي بيقعد شيلي مع ابوه امه وجدته وبقى العيلة وبيتفرجوا علامات شكورة قدم امريكية الفكرة هنا بقى ان شيلي وهو قاعد بيتفرج ولانه زكي جدا بيعمل حزبة كده وبيقدر يعرف الفريق اللي هيكسب وفعلا بيكسب فبنان عليه بقى يا صديقي في الليل وقبل ما جرجي ينام بيتكلم مع ماري وبيسألها ايه رايك لو استخدمت حسابات شيلي مع فريق الكورة اللي بدربوه هنكسب فبتقوله ماري اكيد هيكسب لان شيلي عبقاري ومش بيقول حاجة غلط فبيقتنع جرجي بكلامها وفي اول مباراة لفريقه بيدربهم على حسب حسابات شيلي والنتيجة بتكون مزهلة لان الفريق بيكسب وبعدها بيفضل شيلي دايما يدي لابوه حسابات لكل مباراة عشان يمشي عليها والفريق بفضل الحسابات دي بيفضل يكسب بدون توقف وده بيخلي شيلي مشهور جدا في المدرسة والكل بيحبه وبعدها بيفضل شيلي دايما يدي أبوه حسابات لكل مباراة عشان يمشي عليها والفريق بفضل الحسابات دي بيفضل يكسب بدون توقف وده بيخلي شيلي مشهور جدا في المدرسة والكل بيحبه لان الفريق اللي بيدربه جورج يبقى فريق المدرسة اصلا وكل الكلام ده حلو يا صديقي اللي مش حلو بقى ان جورجي بينشغل في الحسابات دي وبينشغل كمان مع جديته وبيحسب لها حسابات المباريات وبيقول لها ان فريقة يكسب بحس يعني يطراين عليه وتكسب فلوس كتير وده اللي بيحصل فعلا بتكون الجدة مصدر إزعاج وإلهاء تاني لشيلي ده كل كوم وتام كوم لان تام بيستغل شورة شيلي وبياخده دايما للحفلات بحس يسمحوله ويحضر الحفلات دي أصلا وبكده بيتضاف مصدر إزعاج جديد لشيلي في امتحان الرياضيات جيد جدا وده تقدير قليل جدا بالنسباله وبيكون حاسس ان بسبب التقدير ده هتبدأ حياته تتدمر فبيقرر ياخد موقف وبيروح لأمه وبيعرفها اللي حصل سواء بقى ان جورجي أبوه واخد وقته في الحسابات او جدته او تام وهكذا فبناء على كل ده بتلف ماري عليهم كلهم وبتحذرهم يقربوا لشيلي تاني لانه كده بيفشل بسببهم وطبعا الكل بيبعدوا عنه وبيرجع شيلي تاني متفوق زي ما تعود لكنه طبعا بيكون خسر كل اللي حواليه تقريبا عامة بتعدي بقى الايام وفي يوم بيكون شيلي في المدرسة وبيجي لهم في اليوم ده عالم من ناسة اسمه رونالد يزور المدرسة المشكلة بقى ان رونالد بيقعد تحت ايد شيلي واللي بيفضل يسأله عن حاجات كتير جدا وكمان بيعرفوا انه عنده طريقة هتكون افضل بكتير في ارسال السواريخ للفضاء وبيشرح له طريقته دي لكن رونالد بيتاري عليه كتير جدا وده بيضايق شيلي جدا وحرفيا بيبقى مجنون بالموضوع ده وعايز يحرج رونالد بداه باي شكل فبيفضل يشتغل كتير جدا على حساباته عشان يزبط صحت كلامه لكن عشان يعمل حاجة زي دي كم محتاج جهاز كمبيوتر محترم يعمل عليه حساباته فبيروح لجدته وبيطلب منها فلوس يجيب كمبيوتر فبتعرفوا جدته انها معاها 9 دولار بس ينفعوا ولا لا طبعا ما بينفعوش فبيسيب هاشيلي وبيروح للبيت وبيتصل بالبنك عشان يقدم على قرد ويقدر يشتري الكمبيوتر بس همه بتشوفه هو بيتكلم فعلى طول بتقفل السكة يعني وبتطلب منه يبطل العبط ده لكن شيلي مش بيبطل بيفضل يشتغل كتير جدا لدرجة انه من كتر الشغل بيتعب فبتاخده ماري وجورجي عند الدكتور ولما بيكشف عليه بيلاقي عنده قرحة في المعدة بس ده مش بيفرق مع شيلي كل اللي بيفرق معاه بس انه لايه عند الدكتور ده جهاز كمبيوتر حديث فعلى طول بيشتغل عليه وبيقدر يعمل كل حساباته بعدها بيروح هو وعيلته كلها لوكالة ناسا وبيقابل الدكتور الرونالد وبيشرح له نظريته فبينبهر رونالد لانها كلها صح وبيعتذر لشيلي انه تاريق عليه قبل كده والاعتذار ده الحاجة الوحيدة اللي كان شيلي عايزها من رونالد فمجرد ما اعتذر له بيسيبه وبيمشي وبينطلق هو وعيلته في طريقهم للبيت بس المرة دي كلهم فرحانين وفخورين بشيلي بسبب اللي عملوا وفي الليل بيتجمعوا كلهم على العشاء وبتعمل لهم الجدة السدر المشوي المشهورة بيه جدا واللي جورج بيحبه جدا جدا بس في مشكلة صغيرة وهي ان الجدة بترفض دايما تقوله بتعمله ازاي والنهار ده مثلا بيطلب منها جورج كالعادة تقوله على الوصفة لكن الجدة بترفض لانها مش بتحب تقول وصفات اكلها لحد فبيتدايق جورج وبيتخانق مع الجدة خناقة كبيرة جدا وبيسيبها وبيمشي تاني يوم بنشوف ماري مع الجدة والشيلي وميسي ورايحين سوا للكنيسة لكننا بنعرف ان جورج مجاش معاهم لانه فعلا بيتدايق جدا من الجدة فبتستغل ماري الفرصة وبتطلب منها اتعرف جورج الوصفة ويعني ده موضوع تافه لكن الجدة برضو بترفض على النحية التانية بقى جورج بياخد ابنه جورجي وبيروحوا بيت الجدة بيفضلوا يدوروا على الوصفة عندها لكنهم مش بيلقوها فبيرجعوا للبيت ولا كأنهم عملوا حاجة بعدها بشوية بتوصل الجدة لبيتها وبتكتشف ان كان في حد بيفتش في وصفتها فبتعرف انه اكيد جورج وبناء علىه بتقرر تشتغله فبتروح له البيت وبتديه الورقة بالوصفة ويعني بيصدقها جورج الغلبان بيفضل يلف كتير جدا عشان يجيب الطلاوات اللي هيحتاجها في الوصفة وبتكون الجدة اشتغلته جامد لدرجة انها خلته يسافر حرفيا عشان يشتري شوي التوابل لكنه بيعمل كل ده وهو مبسوط مدام عارف الوصفة وبعد ما بيخلص كل مشاويره وبيجيب كل اللي هيحتاجه بيروح البيت وبيبدأ يعمل السدر بوصفة الجدة وهو فرحان جدا بس فرحيته مش بتكمل لما بيدوي السدر وبيلاقيه مش نفس الطعم خالص فبيعرف ان الجدة كانت بتشتغله فبيروح لها وبيتخاني معها اخناها كبيرة وبيطلب منها ما تجيش البيت تاني وبيسيبها من غير ولا كلمة زيادة وبيمشي في نفس اليوم بالليل بيروح جورجي ومسي للشيلي وبيعرفوه ان بهم متجنن خالص وحرفيا ممكن يقطع الجدة عشان الوصفة دي وبيعرفوه انهم لازم يلقوا طريقة ويعرفوا بيها الوصفة ويقولوا هالو فيحلوا كل المشاكل اللي حصلت في اللحظة دي بقى يا صديقي بيبدأ شيلي يفتكر ذكريات من الماضي وبيفتكر نفسه لما كان طفل وحرفيا ممكن مشي سنتين وكان قاعد مع جدته واللي قالت له الوصفة لانها كانت شايفا طفل وعمره ما هيقول لحد لكنها ما كانتش تعرف انه هيطلع عبقاريه وهيفتكر الوصفة وهو في السن ده عامة بعد ما خلاص افتكرها بياخد اخواته وبيروح يعود مع جورج وكوني وماري وبيعرفوا من نوعيري في الوصفة وبيقولها لابوه فعلا اللي بيفرح جدا جدا لما بيعرفها اما الجدة فبتتغاز لكنها بتعد الموقف وبتصالح هي وجورجي وكل حاجة بتبقى تمام واخيرا بيعمل جورجي السدري بوصفة الجدة وبيكون فرحان جدا بعد كده بيطلع هو وماري عشان ينامه بس قبل ما ينام جورجي بيتكلم مع ماري وبيعرف انه عنده كام يوم اجازة فياخد جورجي وهيروحوا ساوا يصطادوا زي ما بيعملوا دايما لكن ماري بتعترض وبتعرفوا انه المفروض ياخد شيلي كمان معاه لانه بعيد جدا عن شيلي ولازم يقرب له شوية وقتها بيفضل يفتكر جورجي لما خد شيلي معاه قبل كده رحلة زي دي وبيفتكر قد ايه شيلي تعبوا جدا جدا لانه حرفيا بيخاف من كل حاجة بيخاف من السمك فمش بيعرفوا يصطادوا بيخاف من الحشرات بانواعها سواء فراشة نحلة اي حاجة وبنوعا عليه مش بيعرفوا يخيموا وبسبب كل ده بيعرف جورجي ماري انه مش هياخد شيلي لأي حتة لانه ببساطة لا هو هيدبست ولا هم هيدبسته بس ماري بتعرضوا مرة تانية وبتعرفوا انه لازم يعمل اي حاجة عشان يقرب لشيلي حتى لو مش هيروحوا يصطادوا ويشوف مكان تاني يكون شيلي بيحبوا يروحوا عليه فبيوافق جورجي وبيقتنع بكلامها وتاني يوم بقى بيقعد جورجي مع شيلي وبيعرفوا انه عنده كم يوم فاضي وبيسألوا يحب يخرج فين فبيعرفوا شيلي انه عايز يروح كاليفورنيا ويحضر اطلاق مكوك فضائي الا يحصل هناك فبرغم ان كاليفورنيا بعيدة جدا الا ان جورجي بيوافق عشان يبسط شيري بعدها بيتجمعوا للكل على الغداء وبيعرفهم جورجي انه هيروح هو وجورجي لكاليفورنيا يشوفوا اطلاق مكوك فضائي ووقتها بتطلب ميسي تروح معاهم لكن ماري بترفض وبتعرفها انهم هيروحوا مع الجدة كم مشوار كده وهيخرجه فبتفرح ميسي جدا وبتطلب من ماري توديها ساحة اطلاق النار تضرب نار فبتستغرب ماري وبتقول لها لا ماينفعش طبعا لانك لسه صغيرة فبتعرفها ماري ان الجدة وديتها مرة قبل كده فبتيد دايق ماري جدا لكنها بتعد الموضوع مؤقتا تاني يوم بقى بيخرج جورجي وجورجي وشيلي وبيتحركوا سوا على كاليفورنيا اما ماري والجدة وميسي فبيروحوا سوا الكوافير كده يعملوا شعرهم والفكرة بقى ان ماري بتقعد تتكلم مع امها وبتطلب منه تبعد عن ميسي وما تخلقاش تعمل حاجة من وراها تاني لانها عايزة تربيها وبنعرف من كلامهم كده يا صديقي ان الجدة كانت دايما مهملة ومستهترة في تربية ماري وده مدايق ماري لحد النهاردة بس في المجمل الموضوع بيخلص وبيروحوا على البيت وفي البيت بتعتذر الجدة لماري وبتعرفها انها مش هتعمل حاجة مع ميسي تاني من وراها وبتعرفها انها مبتحبش حد غيرها لان حتى اخوتها محدش فيهم بيكلمها لان الجدة يا صديقي عندها ولاد تاني لكنهم اطعينها بسبب اهملها واستهترها المهم بتكمل جدا كلامها وبتعتذر لماري لو اصرت في حقها في اي وقت وبتطلب منها ما تبعدش عنها فبتعرفها ماري نا خلاص مش زعلانة واتفضل جنبها طول العمر بنسيبهم بقى وبنروح للشيلي واللي بينزل مع ابوه واخوه في فندق كده يباتوا فيه لحد معادل اطلاق تاني يوم بس المشكلة ان في الليل بتفضل الدنيا تمطر بقوة والرعد والبرق مش بيبطلوا وبسبب كده بيقرروا المسؤولين في ناسا انهم ما يطلقوش المكوك ويأجلو فترة لان فيه خطر عليه وده بيدايق شيلي جدا لانه كان نفسه يشوف المكوك وللأسف مش هيقدر يشوفه لكن اللي بيفرحه فعلا انه بيحس ان ابو بيحبه الاول مرة في حياته والاول مرة بيقرب لابو بجد بتعدى الايام بقى وفي يوم بنشوف شيلي وهو قاعد مع جدته وبيتفرج على مسلسل الفضاء اللي بيعشقه بس وسط ما هم قاعدين بيجي جورج ابوه وبيعرف شيلي ان فيه مشكلة كده وهي ان اخوه جورجي عنده امتحان رياضيات ويعني مش فاهم اي حاجة فيها وبيطلب انه يفاهمه لكن شيلي بيرفض لان جورجي غبي وهيتعبه بس جورجي بيلحقه على طول بصفقة وهي باختصار انه لو علم جورجي ونجح هيجيب له القطر اللعبة اللي نفسه فيه فبيوافق شيلي وبياخد بعضه ويروح لجورجي بيسأله سؤال بسيط كده انت تعرف حاجة في الرياضيات اصلا فبيقول له جورجي طبعا فبيفرح شيلي وبيتفاقل وبيسأله عن الدلة الخطية ازاي بتتحل وتترسم فبيقول له جورجي ايه سهلة بيدوق كده هتكلم معاها وقت تتحل طبعا مجرد ما بيسمع شيلي العبس ده بيدرك حجم غباء اخوه فبيبدأ بقى يشرح له من الاول خالص وبيتعب معاه جدا لكن جورجي مش بيفهم اي حاجة لدرجة ان شيلي بيحس نفسه مدرس فاشل وما بيعرفش يشرح بيكون متأكد ان جورجي هيسأل بس خلاص وعمل كل اللي يقدر عليه معاه وده مريحه شوية يعني في المجمل بيروحوا تاني يوم على المدرسة وبيدخولوا الامتحان وبيكون الامتحان سهل جدا جدا على شيلي وبيحلوا حرفيا في دايق معدودة لكن الكلام ده مش بينطبق على جورجي اللي بيشوف الامتحان صعب ومش بيعرف يحل خالص بعدها بيروحوا للبيت وبيعرفهم جورجي انه بنسبة كبيرة هيسأل فبيدايق جورجي وبيعرفوا انه لو سئت للأسف هيمشي من فري المدرسة والموضوع ده طبعا بيخلي جورجي دايق اكتر واكتر بس كل الكلام ده بيتغير تاني يوم على طول لان تاني يوم يا صديقي لما بيروحوا على المدرسة وبيستلموا ناتجة الامتحان بيكتشفوا انه جورجي جاب جيد جدا وبيكون الكل مش بيصدقين نفسهم واكترهم شيلي اللي بيفرح بنفسه فبيروح لتام صاحبه وبيعرفوا انه شرح لجورجي الرياضيات وجورجي نجح وجاب جيد جدا كمان وده معناه انه هيكون مدرس شاطر جدا لكن تام بيدمر له كل احلام وبيعرفوا انه جورجي نجح لانه غش وبيعرفوا انه شافوا كاتب على الجزمة الاجابات في الامتحان طبعا الكلام ده بيدايق شيلي لانه ما بيحبش الغش ولانه كده مش بيعرف يشرح بيكون عايز يتأكد اخو بيغش ولا لا فبيستنى لما الكل بينام وبيتسحب لقوته وبيشوف الجزمة فبيلاقي مكتوب عليها الاجابات فبيواجه جورجي بيها اللي مش بيهتم اصلا وبيقول له كده كلنا كسبانين انت هتجيب القطر بتاعك وانا هستمر في الفريق وكل حاجة تمام انسى بقى الموضوع ده وانتهى بيسيبه شيلي وبيمشي وهو متضايق جدا وبيكون واضح انه منسيش اي حاجة لدرجة ان ابو بيجيب له القطر اللي كان نفسه فيه بس مش بيفرح بيه خالص وبيكون متضايق بتسأله جديته ماله فبيعرفها كل اللي حصل في الوقت ده بتتكلم جديته معاه وبتعرفوا ان الناس كلها مش زي بعض فيه ناس يعرفوا ينجحوا بمجهودهم وناس تانية زي جورجي بينجحوا بتشغيل الدماغ وبتعرفوا ان يمكن جورجي فاشل لكنه برضو زكي في شيء ما كفية انه عارف يغش يعني تنصحوا ما يقولش لابو ولا امه عشان ما يتعاقبش فبيوافق شيلي على كلامها ومش بيوافق بس لا ده كمان بيقتنع بيه بيكون شايف ان الاحتيال وتلعب جزء من نجاح اي شخص فبناءا عليه بيروح لجورجي وبيسألوا عارف يخدع الكل كده ازاي فبيبدأ جورجي يشرح له وبيعرفوا ان اهم حاجة عشان تتصدق في الكتب انك تهتم بالتفاصيل انا مثلا كنت قدر اجيب ممتاز بالغش لكن ما عملتش كده لان ما حدش كان هيصدق لان الكل عارف انه فاشل فاصدت اعمل كم اجابة كده غلط بحيث ما جيبش ممتاز وقصتي تتصدق وبيأكد عليه تاني انه لو عايزك ديب اهم حاجة يهتم بالتفاصيل فبيشكره شيلي على حصة الصياعة دي وبيقرر يستخدم الكتب والتلاعب في بعض الاوقات زي دلوقتي مثلا بيقعد يكتب ورقة مزيفة كأنها من امه بتقول فيها انه تعبان عشان يقدر بيها ياخد عزر من حصة التدريبات اللي بتتعبه جدا وما يحضرهاش وتاني يوم بيروح لمدرس الالعاب وبيديروا الورقة دي عشان يبعد عن الملعب وما يتدربش خالص ولان شيلي اهتم بالتفاصيل زي ما اخو قاله فالمدرس بيصدقه وبيقرر انه ما يجيبوش حصة الالعاب تاني عشان ما يتعبش بعيدا عن المدرس فشيلي بيكمل صيعته وطريقه في الانحراف وبيروح يسرق كتب من المكتبة من غير ما يسجلها بحيث يعني ياخد العدد اللي هو عايزه من الكتب من غير ما حد يقوله حاجة واخر حد شيلي بيتلعب عليه هي اخته ميسي واللي دايما قعدة قدام التلفزيون وبتخلي ما يتفرجش على اللي عايزه فعشان يبعدها بيروح لها بجروف كده بتاع حفر الارض وبيكذب عليها وبيعرفها ان جنينة بيت جدتهم فيها كنز فبتصدقوا ميسي العبيطة وبتروح لبيت جدتها وبتفضل تحفر وهو بيقعد يتفرج على تلفزيون زي الملك الحوار ده بيعجب شيلي جدا لدرجة انه بيقرر يفضل يتحايل على الناس بس مش هيقدر يعمل كده لان ابوه بيروح لشغله في المدرسة لانه مدرب فريق الكورة زي ما قلتلك فبالصدفة بيقابل مدرس الالعاب بتاع شيلي واللي بيطمن منه على حال شيلي وهل خفه ولا لأ فمش بيفهم جورجي حاجة فوقتها بيديله المدرس الورقة اللي كان شيلي ادهاله فبيروح جورجي بيها للبيت وبيسأل ماري هل هي اللي كتبت الورقة دي فبيتقوله لا ووقتها بيتأكدوا ان شيلي بيشتغلهم فبيروحوا وبيواجهوا وبيعقبوا شوية عن طريق انهم مثلا بيودوا للمكتبة وبيخلوا يرجع كل الكتب اللي سرقها ويحطها في الرفوف ويرتبها وكذا نتيجة كل اللي عملوا ده بيقرر شيلي ما يعملش كده تاني عشان ما يتعقبش تاني وينا بينتهي الجزء ده من المسلسل واتمنى يكون عجبك يا صديقي واستنانا في فيديو جديد سلام